باتت الأوضاع في محافظة مثنة تنذر بتصعيد خطير في ظل تنامي معدلات الفقر والبطالة إلى نحو 50% في صفوف سكانها جراء استشراء الفساد ونهب أموال ومخصصات المحافظة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسر دعا إلى موجة احتجاجات جديدة في مدينة السماوة مطالبا بغداد بإرسال حاكم عسكري إلى المحافظة لوضع حد للفساد وهو ما اعتبره مراقبون بداية شرارة ستعصف بجنوب العراق الذي يعاني منذ عقدين من وضع خدمي بائس في ظل صراعات سياسية ارتفعت وطيرتها مع إعادة تشكيل مجالس المحافظات حيث تفاقم الامتعاض الشعبي من وعود القوى السياسية في التغيير ورغم ارتباط الياسر بمرجعية لطالما دعمت العملية السياسية منذ 2003 وعلاقاته مع زعماء ميليشيات مدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب فقد حاول أن يستبقى من يشكك بأسباب الدعوة لطرد الفاسدين من محافظة المثنى وإفقى ما بات يوصف بالعصيان حيث قال إن أحزاباً افتتحت مكاتب اقتصادية لها في السماوة عشية إقرار موازنة المثنى في محاولة للاستئثار بالمشاريع وفرض إتاوات وأخذ عمولات من الشركات المنفذة مضيفاً أن الأحزاب نفسها تقاسمت أقضية ونواحي المثنى وكأنها ميراث تستأثر به الياسر في عام 2020 وجه انتقادات لاذعة لأحزاب السلطة وميليشيات الحجدة التي فصل لواءه عنها وقال إن العراق ضحية مؤامرات لطبقة فاسدة تعتاش على سرقات حقوق الناس والعراق ضحية لمؤامرات طبقة فاسدة لعينة دينها الكفر وعقيدتها العهر وشعارها الفساد وتفكيرها العيش على سرقات وحقوق الناس المثنى رغم ما تمتلك من مؤهلات اقتصادية وزراعية إلا أنها تعاني واقعاً خدمياً وحقوقياً متردياً في ظل وجود عشرات القضايا المرفوعة أمام النزاهة عن ملفات فساد مالي تورط بها المسؤولون الحكوميون الذين تعاقبوا على إدارة المحافظة فيما تساءل مراقبون عن إمكانية نجاح الياسر في تأمين زخم شعبي كفير بإزاحة الفاسدين عن محافظة يوجد في باديتها وقرب الحدود مع السعودية أكبر مشروع لميليشيا الحشد ضمن شركة المهندس المرتبطة بالحرس الثورية ويشرف عليها رئيس أركان هيئة ميليشيا الحشد عبد العزيز لمحمداوي أبو فدك